يواصل وزير الطاقة الأسبق شاكيب خليل خرجته الميدانية أين حل مساء الأمس بولاية عنابة أين تم استقباله من طرف أئمة الزوايا في ولاية عنابة وسلطة المحلية على رأسهم كل من النائب البرلماني بها الدينة طليبة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة حيث من المنتظر أن يقوم بزيارة الزاوية العلوية وزاوية سيد إبراهيم بن تومي وسط عنابة